فإذا كان لحضرتك أن أنت بس تلك الدوء أكتر عن تجربة مستشفى المعلمين إحنا في مستشفى المعلمين المستشفى دي ملك نقابة المعلمين مفهوم ولكن بتدار بالفقر الاقتصادي اللي بيدورها شركة أول شركة مصرية وطنية متخصصة في إدارة المؤسس الصحي والمستشفيات وتطوير المستشفيات فإحنا كشركة خدنا بنشارك في إدارة هذه المستشفى بالكوادر البشرية بالأطباء بالتمريد بعناصر الإدارية بالسوفتوير أو السيستم الكمبيوتر بالنظم العمل إحنا خدنا حصلنا على شهادة الأيزو ساعترف واحد من حوالي 3 شهور ويعني دي كانت قفزة لتقديم خدمة طبية متميزة للمريض اللي بيتردد على مستشفى المعلمين لأنه هو الهدف الأساسي عندنا أو رسالة الشركة أو رسالة العمل أننا بقدم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية تماثل الجودة العالمية بأسعار اقتصادية أنتوا بتقديموا الخدمة دي لغير المعلمين؟ بكل مصر هنا المعلمين بيبقالوهم ميزة خاصة بيتميزوا بيها في قصم عالي على الخدمات التي تقدم لأنه مستشفى طبعا النقابة لأنه مستشفى طبعهم فهم لهم الحق أن ياخدوا أعلى نسبة خاصة أنا تخيلت أنه هو حكر فقط على المعلمين بس لجميع المصريين مفتوح لأي حد لا إحنا متعاخدين مع صفارات متعاخدين مع البنوك مع الشركات الكبيرة عندنا مختلف الجنسيات جوه المستشفى من المرضى سواء كان مرضى يمني سوداني سوري ليبي أفريقي نجاح المستشفى بشكل ده دكتور مرجعه في الأساس للإدارة فكر الإدارة هو فكر الإدارة زي حضرتك تشوف مركز اهتمامك سنتر أوف كير بتاعنا هو المريض فالمريض أنا بحاول أقدم له الخدمة الطبية أول حاجة أن الفريق العمل الطبي لازم يكون على مستوى عالي جدا فكل الاسطاف اللي موجود في المستشفى كلهم اسطاف جامعيين أساتذة من الجامعة أو ناس معهم زمالة أمريكية أو الإنجليزية فالعنصر البشري بيهتم بيه جدا هو في النهاية برضو إدارة يعني هو تحت مظلة الإدارة أنا بسأل حرج السؤال دي بالضبط السؤال ليه بأسأله حضرتك لتطوير الفكرة هل تجربتكو يمكن اختباسها في مستشفى أخرى داخل الدولة ممكن تنجح لأن أنا كشركة بعظم لاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة جوة المستشفى حتى في المستشفى الحكومية حتى في الشركة الحكومية طبعا ممكن لأن أنت عندك إمكانيات كبيرة موجودة ومش مستغلة فأنا استفادت بالإمكانيات الموجودة المتاحة جوة المستشفى بس أفيد بيها على أعلى مستوى جبت سطاف قوي من الأطباء حطيت نظام متابعة ونظام رقابة عشان خطر أتأكد أن المستشفى بتقدم خدمة يرضى عنها المريض في النهاية الشركة المسؤولة عن الإدارة شركة وطنية شركة وطنية نيوهارت دي أول شركة مصرية تعمل في مجال إدارة المستشفى شركة وطنية نيوهارت